اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بالف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيال والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو انت لست مشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وياريك كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بقى بينا دلوقتي نتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا فرشة ومكنسة في نفس الوقت وبييجي معها الجروف الخاص بيها طبعا تقدري تستخدميها بكذا طريقة مختلفة في التنظيف ممكن تنظفي بيها السجاد او البلاط او الرخام او الجدار تقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده المكنسة بتاعتها بتكون مرينة جدا في الاستخدام تقدر يتنظفي بيها تحت الكنب واستراير بكل سهولة وطبعا بتسهل عليكي في شغل البيت زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفة او الاداة اللي تقدر ان انت تعملي عليها مختلف الاكلات اللي بتفضليها على البخار والمصفة دي مصنوعة من الفلاز المكاوم لاستاذة بعد كده معنا رف تسبيت او اداة تسبيت تقدر ان انت تثبتيها عندك على دولاب المطبخ وتنظم عليها ادوات ولوازم المطبخ اللي بتكون عندك هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام بيجي مكون من كذا درج باحجام مختلفة فوق بعض كده بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف ادوات الحمام زي المناديل او الفوت او الشامبوهات او الكريمات وغير كده كمان هو بيبقى مزود بعجل يعني تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة في ارضية الحمام بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتعة السيليكون اللي هي تعتبر اخطية للاطباق وطبعا هي بتيجي باحجام مختلفة بحيث انها تتناسب مع حجم مختلف الاطباق او الكوبايات او المنظمات اللي عندك وغير كده هي بتساعدك على حفظ الحرارة وكمان بتمنع ان الحاجة اللي انت يمنظمها في الطبق او المنظم ده متقعش منه بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا المكنسة اللي بتشتغل عن طريق شحن اليوكس بي والمكنسة دي بتساعدك على ازالة الوبر او الاتربة اللي بتبقى موجودة عندك سواء على السرير او على السجاد او على الستاير او على الكنب وغير كده طريق التنظيف المكنسة دي سهلة جدا تقدر ان انت تنظفيها بكل سهولة هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تسبتيه على اقدار الحمام بكل سهولة وتنظمي بيه صابنتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصفى من تحت يعني اي مية بتيجي على الصابونة هتتسفى لوحدها الجوة المصفى الموجودة في المنظم ده وبعد كده هنا عندنا مجموعة من المقابض الخاصة بغطيان الحلل او غطيان التصاد طريقة تثبيتها على الغطيان سهلة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا معانا الغطى او الواقي الخاص باجباس الكهرباء تقدر ان انت تثبتيه بكل سهولة على اجباس الكهرباء في المطبخ او في الحمام وهو طبعا من مميزاته انه بيكون مقاوم للمية يعني بيحميلك اجباس الكهرباء دي ان هي ما يوصلهاش اي مية بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات للهدوم تقدر ان انت تثبتيها عندك في الدولاب فوق بعض بالشكل ده والمنظمات دي بتيجي متقسمة كده الاجزاء الصغيرة تقدر ان انت تنظم فيها الشربات او الملابس الداخلية بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات تقدر ان انت تنظم فيها الهدوم وتقدر ان انت تنظم فيها البطاطين او اللحفة وزي ما احنا شايفين كده المنظمات دي بتاخد معاك كمية كويسة جدا من اي حاجة انت عاوزة تنظمها بيها وبتساعدك برضه ان انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي تبقى موجودة عندك في الدولاب وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات المناديل والمنظم ده تقدر ان انت تستخدميه على اي سطح مكتب عندك في الصغيرة او في قضية النوم او في المطبخ او في الحمام او تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتستخدميه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا جهاز لصنع التلج الجهاز ده يقدر ان هو ينتج لك التلج في 6 دقيقة بس كل اللي عليك انك تصبي فيه المياه او العصير او اي حاجة عاوزة تحوليها لتلج وبعد كده هو هيصنعها لك بنفسه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من السناديق الكبيرة اللي تقدر ان انت تنظميها فوق بعض بالشكل ده وتقدر ان انت تنظمي بيها الحلل او الاجهزة الكهربائية او الاطباق او مختلف الادوات واللوازم اللي انت عاوزة تنظميها به وهنا هنشوف عندنا منظم للزيوت والتوابل تقدر ان انت تثبتيه على جدار المطبخ عندك بكل سهولة وطبعا المنظم ده بيبقى متقسم لجزئين كده او الجزء بيبقى مقسم لاربع خانات تقدر ان انت تنظمي فيه اربع انواع من الزيوت او السوسات والجزء التاني تقدر ان انت تنظمي به اربع انواع من التوابل البودر او التوابل الصحيحة بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الحصيرة المصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تصف عليها الاطباق ومختلف ادوات المطبخ بعد ما تخسليها وهي طبعا بيكون عندها كدرة عالية جدا في امتصاص اي سوائل وهنا هنشوف مع بعض عندنا مبشرة ومفرمة للخضار او الفاكهة تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة تقدر ان انت تستخدميها لتقطيع الخضار او الفاكهة او المقسم وهنا بقى هنشوف عندنا مفرمة للتوم بتساعدك ان انت تفرومي التوم بطريقة سهلة جدا وبسيطة زي ما هو ظاهر دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار او الفاكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففي مختلف انواع الخضار او الفاكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية او خاص او اي نوع من انواع الخضار او الفاكهة تقدر ان انت تجففي بكل سهولة من خلال المجفف ده بعد كده هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدك ان انت تعملي من خلالها كرات اللحمة بشكل متساوي وبطريقة سهلة وسريعة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم لمختلف انواع واشكال الدي كرات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وطبعا بيكون في منه كذا تصميم وكذا لون بعد كده هنا عندنا منظم للاطفال تقدر ان انت تنظمي بيه معجون الاسنان وفرش الاسنان بتاعت اولادك وطبعا هو بيكون في منه اشكال اطفالي كتير قوي والوان جميلة وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع الماكرونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال الماكرونة اللي انت عاوزيها هنا بقى هنشوف عندنا مصفة وفي نفس الوقت هي عبارة عن ادامة عيرية تقدر ان انت تعايري بيه الرز او البوكليات او تقدر ان انت تصفي من خلاله الرز او الخضار او الفكهة وغير كده كمان بيجي معاك كطع صغيرة كده بتساعدك ان انت تصفي من خلاله اي حاجة انت عايزها بكل سهولة يعني هو بيكون لي كذا طريقة في الاستخدام زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم لادوات ولوازم التنظيف تقدر ان انت تثبتيه عندك على حنفية حود المطبخ وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم تنظيف المواعين هنا بقى هنشوف عندنا مجموعة من ادوات التثبيت اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة من غير ما تحتاجي لدبل فيز او اي اداة تثبيت وتقدر ان انت تثبتي عليها مختلف الادوات او اي حاجة انت عاوزيها وميزة الاداة دي انك لما بتيجي تشليها مش بتلاقي اي اثار لزق مكانها على الجدار بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف كرس الحمام وهي بتساعدك انك تنظفي كرس الحمام بكل سهولة والاداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الاسترنجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك ان انت تنظفي وتعقمي كرس الحمام وهي طبعا بتديك افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر ان انت تثبتيها عليه ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هارد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في قرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدري ان انت تجيبي المنتجات دي بتلات طرق وطبعا تقدري ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداية كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقول لك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدر توصل لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولت ثلاث طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسيبكم في رعاية اللي